السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر علي السيد حبيبي طلبة وطلبات الصف الثاني السنوي ان شاء الله في الفيديو ده هنرجع مع بعض مقرر شهر فبراير لهو على الوحدات 7 و 8 هتلاقوا في اخر الفيديو تجميع الاهم الكلمات بتاعة الوحدات 7 و 8 وركزوا معايا كل ملحوظة اكتبوها معايا هنشرح بالتفصيل ان شاء الله نبدأ برقم واحد رقم واحد بيقول to try very hard to achieve something انك تحاول جاهدا ان تنجز شيئا ما that is very difficult الشيء ده صعب جدا means to ده معناه ايه struggle معناه يناضل احنا قلنا struggle تسوي strive معناه يناضل ولا suspect يشتبه ولا respect يحترم ولا follow معناه يتبع طبعا واضحة جدا تبقى struggle معناه يناضل طيب رقم اتنين the government plans to not الحكومة بتخطط انها نقط a neutral line خط قطار جديد to connect all the cities around the country عشان تربط جميع المدن في جميع ارجاء الدولة destroy ولا travel ولا commute ولا build destroy معناه يدمر معناه ايه يدمر travel معناه يسافر commute معناها يتنقل سفرا يتنقل سفرا معناه مثلا ايه يروح الشغل كل يوم يروح الجامعة كل يوم في مكان تاني بيسافر بالقطرة او بتويس اي ان كان build معناه يبني او ينشئ فتبقى الاجابة build رقم ثلاثة بيقول we went down a secret passage معناه احنا مشينا في ممر سري كلمة passage هنا مش معناه قطعة فه معناها ممر يعني زي كلمة path ماشي ممر واتفانا كلمة secret تمشي صفة واسم اسم بمعنى سر وصفة بمعنى سري تمام another word for secret كلمة اخرى لسيكرت اللي هي هنا معناها سري وبالتالي محتاجي synonym المرادف بتاعك المتسري يا ترى طيدي مهندم او مرتب مش جاي hidden مخبأ او مخفي تمشي long طويل wide عريض او متسع والتالي الاجابة تبقى hidden طيب رقم اربعة honey got a reward from his father هاني حصل على مكافأة مكافأة يبقى reward مكافأة مقابل حاجة عملها لكن award منحة رسمية او جائزة رسمية زي الشهادات وهكذا لكن هنا هاني حصل على مكافأة عشان ايه his exam results النتائج المتحانات بتاعته كانت ايه boring momilla satisfactory معناها مرضية dishonesty ده اسم معناها عدم الامانة impolite معناها غير مهزة يبقى اللي جابة تبقى satisfactory معناها مرضي جاي من الفعل satisfy satisfy معناها يرضي والاسم منها satisfaction معناها الرضا رقم خمسة I asked my brother to pick me space from the railway station طلقت من اخويا انه يوصلني من الايه من محطة او يجبني من محطة اخدنا في المانهة pick وممكن احط في النص المفاول به somebody شخص ما up from a place من مكان يبقى يقل شخص من مكان او يوصل الشخص ده من المكان ده تمام هتبقى pick up pick up بالمناسبة تسوي كلمة collect collect يعني هيوصل وبرضو بتاخد from لو بعدها المكان collect collect اللي معناها يجمع لها معنى تاني يقل شخص من مكان يوصل شخص للمكان ده فتبقى الاجابة up واتفقنا ان pick up اساسا معناها ايه يلتقط طيب رقم 6 بيقول I often note notes during my English lecture انا غالبا نقط notes ملاحظات ملاحظات اثناء during يعني اثناء وانا بعدها اسم my English lecture محضرة اللغة الانجليزية بتاعتي spell يستهج ملاحظات speak يتحدث ملاحظات مش جايين طبعا make notes make notes ده collocation على بعض متلازمة لفظية make هنا مش معناها يصنع ولا يجعل معناها يدون معناها ايه يدون عرفت ازاي قلت make notes على بعض محضر ان يكون حفظينها make notes يعني يدون ملاحظات وتسوي بالضبط write down يعني ممكن تلاقي write down notes او make notes يدون ملاحظات see يلا رقم 7 بيقول I can't drink this tea انا مش قادر اشرب الشاي ده it's not too sweet eat حلو جدا taste is tasting tastes is tasted المعنى المقصود ايه بقى مش قادر اشرب الشاي ده انه ايه طعمه اه مسكر جدا بيد طعم مسكر جدا يعني الشاي ده مسكر جدا طيب بالراحة كده احنا اتفانع اني taste تمام و smell و sound وسيم والحرك ده كلها يبدو طعمه و يبدو مزاقه ده اسمها افعال حالة افعال تقريرية تمام افعال ايه تقرير بصوا معايا كده taste لو معناها يعطي مزاق او يبدو مزاقه او طعمه ده فعل حالة مين فاكر فعل حالة يعني stative verb stative اهي stative verb يعني فعل حالة يعني فعل حالة فعل الحالة ما ينفعش يجي في المستمر ما ينفعش اقول عمال ما ينفعش اقول الشربة دي عمالة تدي طعم مالح ما ينفعش لا طعمها مالح على طول لها طعم مالح فبتكون في زمن بسيط مش مستمر تمام كده شباب طيب كمان ملحوظة الافعال التقريرية او افعال الحالة دي اللي هي taste و smell و sound و seem يبدو طعمه والحاجات دي كلها في الغالب بعدها صفة لو بعدها صفة لا تبنى للمجهول اطلاقا طب ليه لان المبني للمجهول اللي هو بيبدأ بنائب فاعل اللي هو كان اساسا مفعل به طب هي دي صفة ينفع لجبها ما كان نائب الفاعل لا وبالتالي لا يبنى المجهول يبقى كده عندي ملاحظتين لو انا اتأكد من كلمة taste او smell او sound انها فعل تقريري او فعل حالة زي بمعنى يعطي مزاقة او يعطي طعم او يعطي رائحة او يبدو هكذا لها منحظتين لا تأتي في مستمر ولا تأتي في مجهول طب بص بص كده على الاختيارات ب لا تأتي في مستمر و د لا تأتي في مجهول مضارع بسيط ام ازار تصريف ثالث مجهول مضارع بسيط اه يبقى ما تبقى كده معنا taste و tastes طيب هل it بيجي بعدها مصدر لا طبعا taste مستحيل taste وبالتالي اللي جابة taste طيب ورقم 8 بيقول و النقط معلمة استفهام يبقى سؤال will your homework have been done يعني ايه المعنى المقصود زي ما اتفنى لازم المعنى المقصود تقرأ الاختيارات عشان تشوف المعنى المقصود your homework have been done will have been done our homework have your homework will be done او been done طيب براحة كده المعنى المقصود بقى امتى واجبك هيكون اتعمل امتى واجبك هيكون اتعمل ليه ترجمتها كده لاني لقيت will have وبين done ده يسمو مستقبل تام مستقبل تام مستقبل ايه تام معايا كده المستقبل التام مستقبل تام اشكاله ايه بقى في المعلوم والمجهول في المعلوم كان يبدأ بفاعل زائد will have زائد تصريف تالت في المجهول بنبدأ بالمفعول به مفعول به او نائب فعل يعني زائد will have زائد بين زائد تصريف تالت تمام كده طيب معنى الجملة هنا او السؤال هنا ايه مابنين المجهول في سؤالنا في رقم 8 مابنين المجهول فمحتاجين بين كلهم فيهم بين بس عايزين الترتيب ده have been تصريف تالت طيب هنا have been تصريف تالت have been تصريف تالت تمام كده have been تصريف تالت اه هنا مفيش have been تصريف تالت اه يبقى حزفتنا واحدة طيب مين فاكر تكوين المجهول في السؤال بنعمل مقص يعني بنجيب will قبل المفعول به يبقى محتاجين نبدأ بول قد التركيب اهو في المجهول اهو مجهول في السؤال معلوم في السؤال بنبدأ بيه بنبدأ بول قبل المفعول به يبقى هنا بدأنا بوله ثم المفعول به سليم تمام كده طيب بعد المفعول به في have been تصريف تالت فين will أساسا في بي مفيش يبقى كده حزفنا بي و دي بي وايه و دي طب نطبق على سي كده will ثم نقبل فاعل او المفعول به او الفاعل مفيش اه يبقى خطأ لغم يبقى عندنا تلاتة ترتيب خاطئ يبقى الإجابة تبقى a will your homework have been done رقم تسعة listen لما تلاقي واحد بيقول listen watch look وفيه exclamation mark علامة تعجب بعدها يبقى بيتكلم دلوقتي ايه الزمن المعنى بيحصل دلوقتي حاجة بتحصل دلوقتي مضارع مستمر طيب the note again زي ما اتفقنا نقرأ الاختيارات عشان معنى المقصود have shouted shout we're shouting or shouting هو shout يعني يزعق يصيح اه بيقول لواحد اسمع كده ده هما بيزعقوا تاني الجملة دي معلوم ولا مجهول اكيد معلوم active صح معلوم ليه هما بيزعقوا يبقى الفعل موجود وبالتالي محتاجين تكوين زمن المضارع المستمر في المبني المعلوم نبدأ بفعل ثم am is are ثم مصدر الفعل مضافا الي ing وموجود في الاختيار دي طيب رقم عشرة بيقول في وقت قدره ثلاثة ايام لازم تترجم صح في وقت قدره ثلاثة ايام ونقط احنا نقط شقتنا الفعل موجود والمفعول به موجود يبقى مبني المعلوم على طول طيب بالراحة كده ده زمن ايه زمن مستقبل تام مستقبل ايه شباب تام تصريف تات قلناه فوقه تصريف تالت طيب يبقى ده سليم يبقى اول احتمال صح اي will be painted ده مبني المجهول مستقبل بسيط مبني المجهول مستقبل بسيط طيب فاعل اللي هو موجوده هو will be painted هالمعقول نقول احنا سندها انشقتنا مش جاية يبقى المعنى هنا مش راكل وهنا في سي و دي ما فيش الازمينة دي خاص في نجيزي اخطاء لغوية على طول ليه؟ في حاجة اسمها will being painted ممكن اقول will be painted تمشي ما نفعش بعد will being اساسا طيب will have موجودة في انجليزي ايوة في المستقبل التان بس عايزها تصريف تالت مش ing وبالتالي خطأ لغوي برض يبقى اللي جابها بالحسف ولكن قبل ما نجود عايزكم تبصوا بصة في المنحوظة دي لما تلاقوا ان اهو زي دي وبعدها فترة زمنية زي years سنة four months اربع اشهر five weeks and hours ten minutes وفيه دايما فيه ابوسترفي او ابوسترفي اس وبعدها كلمة time يعني وقت بنترجمها فيه وقت قدره واللي ما بينقصين حسب الكلمة الموجودة طيب التعبير ده بيجي مع زمن ايه جماعة في اي زمن مستقبل اي زمن مستقبل بس هنا جاوبنا ليه بقى مستقبل تم تحديدا اللي هو دي عشان الباقي اخطأ الباقي اخطأ يبقى انا ممكن استخدم in فترة زمنية time تمام مع المستقبل التام او ازمة المستقبل الاخرى وما ننساش this time this time هذا الوقت بكرة مثلا الاتنين اللي جاي this time هذا الوقت في المستقبل برضو ممكن ييجي مع المستقبل التام بس احنا اخدنا التر من اول غالبا بيكون مستقبل مستمر في هذا الوقت غدا سأكون افعل شي صح طيب ساعتها اختار بناءا عن ايه الاختيارات المتاحة قدامي هحزف هلاقي اجابة واحدة بس طيب رقم حداشة بيقول what نقط now ماذا نقط now الان you are doing doing you are are you doing are doing you المعنى المقصود انت بتعمل ايه دلوقتي what are you doing now what are you doing طيب ايه هنحزفها ليه هنحزفها عشان ترتيب جملة مش سؤال يعني بدء بفاعل ونكمل you are doing يعني انت تفعل لا عايزين ماذا تفعل سؤال يعني طيب doing you are مش موجود اساسا في الانجليزي are you doing can you are doing هتبقى are you doing فسليمة يبقى سي سليمة are doing you لا are you doing اللي جابها تبقى ايه اللي هي are you doing ده بقى زمن ايه بقى ده زمن مضارع مستمر مضارع مستمر في هيئة سؤال بكلمة استفهام كلمة استفهام ثم am is are ثم الفاعل ثم ال ing رقم اتناشة بيقول buy next friday قبل خلي بالكم قبل او بحلول لما تلاقي buy بعدها زمن في المستقبل ترجمها بحلول يعني قبل ما الزمن دايج بحلول الجمعة اللي جاية يعني قبل الجمعة الجاية ما تكون جات ايه اللي المفروض هيكون حصل the dressmaker الترزي نقط my sister's wedding dress فستان زفاف اختي ايه يبقى المفروض هيكون عمل هيكون عمل اتفقنا لما لقيت تعبيرات زي مثلا buy before this time by the time وفي حدا في المستقبل مع تعبيرات مستقبلية زي next friday tomorrow الحاجات دي كلها يبقى على طول انت بتكلم عن مستقبل ايه عن مستقبل تام مستقبل ايه مستقبل تام خلاص كده ليه لان المستقبل التام يعبر عن ايه حدث سوف يكون قد اكتمل او تم قبل حلول وقت معايا في المستقبل ماشي ايه المفروض اللي حدث هيكون كمل او اكتمل قبل نقطة في المستقبل هنا انه هيكون عمل الفستان بتاع اختي اه اللي هو الترزي يبقى الاجابة تبقى مستقبل تام هل دي مستقبل تام لا طب دي مستقبل تام اه مستقبل تام دي لا دي مضارع مستمر دي احد اشكال مستمر ليبقى الاجابة تبقى will have made رقم 13 بيقول you can talk to حمزة now انت مش هتقدر تتكلم مع حمزة دلوقتي هي نقط اصلا هو نايم في حدا بتحصل دلوقتي ايه الزمن اللي استخدامه وصف احداث تحدث الان اللي هو مضارع مستمر مضارع مستمر مين فاكره am is r زائد ing يبقى الاجابة اما a اما c مش عايزين slept ماضي بسيط ولا was sleeping ماضي مستمر طيب مش هتقدر تتكلم حمزة دلوقتي عشان هو ايه نايم ولا مش نايم لا نايم يبقى محتاجين المعنى المثبت رقم 14 بيقول my lunch الغدى بتاعي نقط before i go home قبل ما انا اروح البيت اروح مش روحت اروح يبقى بيتكلم عن مستقبل طب الغدى بس انا بس على الاختيارات فيهم cook 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 يعني يطهب طب الغدى يطهب ولا يطهى يطهب مبني للي ايه للمجهول will have cook خطأ لغة مش موجود في اللغة الانجليزية المفروض will have تصريف ثالث فتبقى مستقبل تام مبني للمعلوم اللي هي موجودة في بي مستقبل مستقبل تام معلوم تمام will have تصريف ثالث مش هتيجى عشان المعنى لان الغدى مش هيطه دا يطهب طيب مفيش حاجة قولنا من شوية في اسمها will be تصريف ثالث مفيش حاجة اسمها will be تصريف ثالث ممكن will be تصريف ثالث فتبقى مجهول يبقى الإجابة المتبقية will have been cooked will have been ايه cooked طيب رقم خمستاشر بيقول my friend's brother يعني أخو صديقي نقطة لندن تمورو إلى لندن غدا he has got his ticket مع التذكرة بتاعته تمام يبقى هو مسافر لندن لا محالة مع التذكرة عمل arrangements فاكرين تعبيرات اللي هي has arranged والحجات دي كلها has arranged يعني رتب arranged has prepared everything is ready has got his ticket الحجات دي كلها معناها ترتيبات مستقبلية بنستخدم زمن ايه بقى المضارع المستمر المضارع المستمر اللي هو is flying ننتقل لسؤال القطعة بس عايزكم تعملوا حركة لذيذة كده الأول معايا ما تقرؤوش القطعة الأول اقرؤوا الأسئلة الأول السؤال الأول بيقول ricks jumped in front of the lady ricks اللي هو مش عارفين ده ايه حيوان ولا إنسان نعرف من القطعة ricks jumped in front of the lady يقفز أمام السيدة تو نؤط لكي نؤط welcome her يرحب بها show her يوضح لها أو يوريها that he had equal right إنه كان عنده أو لديه حقوق متساوية equal معناها متساوي وكلمة rights معناها حقوق حقوق تمام make her scream جعلها أو يجعلها تصرخ take food from her plate معناها يأخذ طعام من طبقها رقم اثنين one of the good things about ricks واحدة من الأشياء الجيدة بشأن ricks أو frecks is that إنه هو إيه بقى remembers cruelty يتذكر القصوة كلمة cruelty جاية من الصفة cruel cruel يعني قاسي cruelty معناها قصوة أو المعاملة الغير إيه جيدة قصوة doesn't remember unkindness كلمة unkindness تقريبا معناها cruelty برضو معناها قصوة cruelty عدم طيبة عدم عطف معناها قصوة يبقى مرة يتذكر ومرة لا يتذكر يبقى نركز في القطع نشوفه بيتذكر القصوة ولا بينساها سي بيقول was ugly كان متسخا أو هنا أقلي معناها قبيحا helps everyone بيساعد كل شخص ricks has not duties ricks لديه واجبات واجبات تمام lots of الكثير من mini الكثير من no لا not لا الصفة grateful معناها ممتن يبقى بامتنان gratefully بامتنان gratefully it is not my fault إنه ليس خطأ so it's not my mistake طيب رقم ستة بيقول ricks not my sister strongly when she took him away ricks عمل إيه لأختي بقوة لما هي خديته بعيد resisted كلمة resist معناها يقاوم resist معناها يقاوم وهناخد في القطع الاسم منها resistance resistance معناها مقاومة معناها إيه مقاومة loved حبة protested معناها يعترض protest معناها يعمل مظاهرة أو يعترض على حاجة protest grab معناها يجذب يشد حاجة grab grab سبعة what do people like most about ricks الناس بتحب ricks على إيه يعني بتحب في إيه أكتر حاجة curly her الشعر المجعد اللي مش ناعم street her الشعر الطويل تمام fluffy hair الشعر اللي هو ناعم جدا كده fluffy كده تمام زي شعر الكلاب اللي هو على الفروة وكده dirty hair الشعر المتأسخ تمانية the words rights and duties are not الكلمات rights اللي هي حقوق duties واجبات ياريت تحفظوا الكلمات دي واجبات are not هي إيه synonyms مرادفات ولا of the same meaning نفس المعنى تقريبا كده حزفنا اللي اتنين دول لأنه نفس المعنى anthonyms معنى متضادات alike متشابهات طيب نرجع للقطعة بقى بيقول a lot of people like to keep a pit كلمة pit معنى حيوان أليف يبقى الكثير من الناس بيحبوا يربوا حيوانات أليف حيوان أليف however ومع ذلك those pits sometimes put their owners ساعات الكائنات الأليفة دي والحيوانات الأليفة دي بتحط صحابها in embarrassing situations في مواقف محرجة embarrassing معنى محرج لكن embarrassed معنى محرج كلمة مهمة جدا embarrassing embarrassing معنى محرج that's what exactly happened to us وده تحديدا أو بالضبط اللي حصل لنا يبقى بيحكي قصة our dog كلبنا ريكس آه يبقى كلمة ريكس كانت تشير لإسم حيوان كلب كلبنا اللي اسمه ريكس is a nice little one كلب لطيف كده صغير which we have had for almost five years اللي هو احنا بنمتلكه have had ده مضارع تان معنى كان يمتلك وما زال يمتلك كلمة convinced معنى ها يقنع دلوقتي ريكس مقتنع convinced مقتنع that he is actually a member of the family انه هو حقا عضو او فرد من الاسرة خلاص هو محتبر نفس واحد من البيت and so he has a equal rights ولذلك هو لديه حقوق متساوية فاكرين equal يعني متساوي it is his rights that ريكس insists on يعني ليحقوق بيصر عليها but duties he has none ولكن ليس لديه واجبات فاكرين السؤال كان عن واجبات ايه ان ريكس لديه ايه يبقى no duties ما عندوش واجبات يبقى دي ايجابة سؤال من الاسئلة عرفتوا بقى قلتلكم ليه قرأوا الاسئلة الاول one day ذات يوم we were expecting some guests في يوم من الايام كنا مستانيين ضيوف for dinner على العشاء mother woke up early ماما صحة بدري to prepare food عشان تجاهز الاكل before the guests arrived قبل ما الضيوف يوصر ريكس فولود here and started barking كلمة barking معناها ايه النباح اللي هو هو يعني فضلي هوها barking asking for some food ده معناها بيطلب اكل يعني mother dismissed him ماما طردته dismiss تسوي fire dismiss dismiss تسوي fire معناها يطرد fire اشي طيب ماما طردته بقى عشان تجاهز الاكل from the kitchen closed the door افلت الباب and carried on her cooking in peace وايه استمرت في ايه الطبخ بتاحها in peace في سكينة واستقرار او سلام يعني فيه هدوء كده مع نفسها the guests arrived ضيوف وصلوا بقى took their seats اخذوا المقاعد بتاعتهم يعني قعدوا around the table حول المائدة and started eating وبدأوا يأكلوا بقى all of a sudden فجأة مرة واحدة كده ricks jumped in front of one of the guests فجأة كده ricks نط او قفز اماما واحد من الضيوف the lady اللي هي الست اللي قفز قدامها ده the lady الست دي was so frightened كانت خائفة جدا لما تلاقي سو بعدها صفة وبعدها ذات بنترجم سو معناها جدا وذات لدرجة يبقى الست دي كانت خائفة جدا لدرجة she screamed loudly يعني سراخت بصوت علي جدا screamed loudly in spite of in spite of معناها بالرغم من اللي هي في المعنى تساوي although بس هنا بعدها اسم although بعدها جملة in spite of بعدها اسم بالرغم من ايه بقى فاكرين resistance لمقاومة ricks القوية resistance مقاومة يبقى بالرغم من المقاومة القوية اللي عملها ricks my sister took him away خليته بعيد he kept يبقى كده جاوبنا على سؤال اهو في الجملة دي in spite of ricks strong resistance my sister took him away يبقى هو ricks عمل ايه لما اخت الكاتب خليته بعيد قاوم resist he kept shouting فضل بقى ايه يزح يصيح يعني هو هو يعني when he was looked up in a room لما تقفل عليه في غرفة فإنني في الآخر my mother gave him something to eat قدته حاجة يقولها one of the good things about ricks في حاجة حلوة كده بشأن ricks كان في سؤال عن النقطة دي تحديدا اللي حاجة الحاجة الحلوة بقى is that he forgets هو بينسى our little cruelties بينسى القسوة الصغيرة أو بعض القسوة الصغيرة اللي احنا بنتعامل مع بيها تمام بينساه هو حيوان بينساه to him anyhow على اي حال he looked up at my mother فكيين برضو في سؤال عن النقطة دي هو بص على ماما gratefully بامتنان and eat with the great appetite وفضل يأكل بشاهية أو بنهم عظيم كلمة appetite معناها شاهية شاهية للأكل مثلا شاهية طيب نرجع بقى للأسئلة رقم واحد ricks jumped in front of the lady to not ها الإجابة ايه بقى خلاص مش هترجم تاني الإجابة تكون take food from her plate يأخذ أكل من طبعها رقم اتنين one of the good things about ricks is that he هو قالها ايه في القطعة he forgets هو ينسى he forgets هو ينسى ايه cruelties أو little cruelties ماشي cruelties بينسى القصوى بينسى القصوى لو حد عم نواش بينسى الكلام ده فتبقى الإجابة فين هنا عكس النعنى هنا بيفتقرها يبقى الإجابة في doesn't remember unkindness واخدين بالكم هو غير الكلمات forgets لينسى خلها لا يتذكر وكروelties القصوى خلها unkindness يعني عدم الطيب رقم ثلاثة بيقول ricks has not duties ricks كان عنده واجبات لا يبقى no duties حد يقول ليه مش not لا الاسم دايما نقبله no زي مثلا i have no money i have no money يبقى الاسم بياخد no مش not لكن هقول مثلا i don't have any money i don't have any money خلاص don't النط بتحت الفعل لكن no اسم دايما بعدها وعندنا duties اسم يبقى عايزين no اربعة بيقول the underlined word equal الكلمة تحتى خط equal هي متساوى في القطع ممكن نستبدلها بايه طبعا هتحترم بين a و b لو رجعنا للقطع او عموما هقول مثلا انا لدي نفس الحقوق المتساوية i have انا لدي equal rights لدي حقوق متساوية صح طيب نشيل equal كده ونحط مكان هسيم هتبقى same ولا the same ما فيش حقا في انجليز اسمها i have same rights اسمها i have the same rights as you i have the same rights as you يبقى اللي جابة تبقى the same طيب ليه مخترناش alike alike اساسا كان فيه بعد equal اللي هي rights اللي هي اسم alike من الصفات المستحيل تيجي قبل اسم عندنا صفات شبهها كتير زي awake متيقذ asleep اللي بنائم الصفة اللي دايما بدأ بايه لازقه فيها دي not before noun يعني ما ينفعش يجي بعدها اس ما ينفعش وبالتالي كده كده مش اخطرها رقم خامسة ريكس بص الماما بامتنان قلنا بامتنان يعني بيقولها ايه شكرا لك رقم ستة ريكس نقط مي سيستر سترونجلي وين شي توق فاكرين الجملة كانت ايه بالرغم من ايه المقاومة يبقى اللي جابها يعني قاومة سبعة الناس بتحب ريكس ايه اكتر حاجة احنا قلنا ايه شعر الناعم طبعا تحتروا ما بين وفلافي لكن معناها مجعد ومتسخ طيب هنختار من في مبص معناها شعر كده منساب يعني طويل مش شرط يكون ناعم قوي يعني الفكرة انه مركز على النطويل امام لكن فلافي زي اللي بيبقى ايه في الكلب او الفوكس الثعر والحاجات دي فتبقى اللي جابها فلافي يعني الشعر قصير كده بس ناعم يبقى فلافي معناها شعر ناعم خاصة للفروة الفروة بتاع الكلب وهكذا رقم ثمانية الكلمات حقوق واجبات ايه احنا قلنا synonyms تساوي of the same meanings وريبا من alike وبالتالي اجابة anthonyms الحقوق يعني الحاجة اللي علي ايه عكس بعض طيب نيجي لسؤال الترجمة الناس محتاجة انها تقوم بممارسة الرياضات او الرياضة بانتظام حتى تحافظ على اليق البدنية والصحة الجيدة اللي بعدها اسم خدنا الترم الاول ان تكون مشغولا طوال الوقت في عمل الاعمال وكده القيام بالاعمال everyday لما تكون لازقا في بعض معناها يومي يبقى التمشية اليومية يمكن أن تكون the best for them افضل شي لهم طيب ناخدها واحدة واحدة يحتاج الناس لممارسة التدريبات الرياضية بشكل مستمر وقالها regular بانتظام ليحافظوا على لياقاتهم البدنية وصحتهم وقال ايه ان ايه تحافظ على ايه صحتك صح تمشي في حالة انشغالهم بالعمل طول الوقت فالمشي اليومي من الممكن اللا يكون افضل لهم لادة العكسي بكده رياضية بشكل منتظم ليحافظوا على لياقاتهم البدنية وصحتهم في حالة انشغالهم بالعمل طول الوقت فالمشي اليومي من الممكن ان يكون افضل لهم كده هنا مفيش مشكلة صح طيب في جيم يحتاج الناس لممارسة تدريبات رياضية منتظمة ليحافظوا على لياقاتهم البدنية وصحتهم في حالة لا خلي بالكم خلي بالكم بصوا كده فوق كذا كذا كما يبقى دي جملة جديدة هو خلص عم كلمة وبالتالي في باق في غلطة المفروض في ايه في نقطة في حالة في نقطة قبلها وتبدأ جملة جديدة طيب نكمل هنا قد النقطة بدأ جملة جديدة في حالة عدم انشغالهم عدم انشغالهم هو في حالة انشغالهم يبقى المفروض عدم انشغالهم يبقى في خطأ كده وكمان كلمة منتظمة يبقى الإجابة تبقى دال يحتاج الناس لممارسة تدريبات الرياضية بشكل منتظم للحفاظ على أو منظم عادي ليقاتل من البدنية والصحية في حالة انشغالهم بالعمل طول الوقت فالماشي اليوم من الممكن أن يكون أفضل لهم شهد كأس العالم في قطر كثيرا من المفاجآت حتى الآن يعني هو بيفطر ان كأس العالم لسه مخلص مثل فوز السعودية على الأرجنتين وتونس على فرنسا وتأهل المغرب وسنغال لدور الستة عشر طيب ناخدها واحدة The world cup in Qatar كأس العالم في قطر this year هذا العام has witnessed قد شهد أو شهد احنا قلنا اني شهد وما زال يشهد حتى الآن فأفضل زمن للمضارع التام اللي هو هاذ أو هاذ تصريف تال فكده سليمة الكثير من المفاجآت اهي سليمة as ابتلناو يعني حتى الآن as مثلى مثلى the win فوز of Saudi Arabia فوز السعودية over Argentina عن الارجنتين تينيزيا over فرنس وفوز تونس على فرنسا and the qualification وتأهل qualification معناها تأهل يبقى qualification معناها ايه تأهل تأهل تمام of Morocco المغرب and Senegal to the round of 16 لدور 16 يعني تقريبا اي ما فيهش غلطة مش تقريبا اكيد ما فيهش ولا غلطة طائب نشوف نطلع الاخطاء في The World Cup in Qatar كأس العالم في قطر this year هذا العام was witnessed اول غلطة was witnessed ايه الغلطة فيها was witnessed ده مبني المجهول ماضي بسيط يبقى شهدة احنا منقول شاهدة صح شاهدة مش شهدة يبقى اول غلطة الكثير من المفاجآت ركزوا معا عشان تحفظوا من التكرار up till now حتى الان as the win of Saudi Arabia over Argentina Tunisia over France and the separation اخدنا في المنهج كلمة separate فاكرنا separate اخدنا في المنهج وفي قولة سنوية separate معناها يفصل ولونا تقطعها separate معناها منفاصل ويبقى separation معناها انفصال او فصل يبقى كده separation غلط of Morocco and Senegal to the round of 16 في سيبي all the world cup in Qatar this year has witnesses في زمن اسمه has او have بعده اس مدجيش المفروض witnessed the ool غلط تمام a lot of surprises مفاجآت up till now as the win of Saudi Arabia over Argentina Tunisia over France and the qualification of Morocco and Senegal to the round of 16 دي بي all the world cup in Qatar this year is witnessing السنادي عمال يشهد يعني هي غريبة شوية المفروض المضارع التام اقوى بس نمشيها a lot of surprises up till now as the loss يبقى كده عكس المعنى loss يعني الخسارة هو عايز فوز السعودية على الارجنتين وكمان اسمها مفروض نقولها win over مش against لكن loss against معنى الخسارة ضد تونيزيا تونيزيا France and the qualifications of Morocco and Senegal to the round of 16 وبالتالي الإجابة تبقى a طيب ننتقل لأهم الكلمات في الوحدة السبعة والثامنة كلمة مصمم أو مصر determined determined يبقى مصمم أو مصر يعني ايه determined determined وقلنا determination معنى إصرار أو عزيمة أو شجع determination يشجع encourage encourage والاسم إنكارجمنت struggle قلنا تساوي strive معنى يناضل أو يكافح وتمشي اسم وفعل struggle struggle pick up معنى يستحب أو يلتقط أسرة مضيفة host family host family host family خادمة أو عانس أو عذراء بس احنا واخدنا في المنج بمعنى خادمة made made وقلنا made انثة فقط لكن servant ذكر وانثة independence معنى استقلال جاية من الصفة independent معنى مستقل independence وعكسها dependence معنى اعتماد على الآخر طيب on behalf of معنى بالنيابة عن on behalf of on behalf of يوسع ويتمدد expand expand الاسم منها expansion high tech صفة مركبة معناها تقنية حديثة أو ذات تقنية حديثة high tech وبعدها اسم على طول alternative alternative معناها بديل alternative significant معناها هام أو مؤثر أو ملحوظ significant 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 connect يربط أو يواصل connection ربط أو علاقة أو اتصال network معنى شبكة network network independent مستقل independent extract يستخلص أو اغتباس اسمه فعل extract distract عكس attract معناها يشت distract distract وقلنا distracted معناها مشتت harbor معناها مرسى للسفن مرفأ السفن ميناء harbor harbor يقابل بالصدفة come across come across come across مناقشة discussion discussion جام الفعل discuss اللي هي ناقش discuss diary مفكرة يوميات وقلنا dairy معناها منتجات البان all in all معناها considering every part of a situation الأخص في الاعتبار كل جزئية all in all معناها بصفة عامة all in all describe يصف describe يصف experience كاسم يعد معناها تجربة كاسم لا يعد معناها خبرة تفعل معناها يمر بتجربة argue معناها يجادل أو يناقش argue جدال أو نقاش argument argument يسهل أو يسر facilitate 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 تسهيلات أو خدمات facilities facilities يقاطع interrupt 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 monorail خط حديدي وحدي السكة monorail 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 مركبه vehicle vehicle satisfy يرضي أو يلب احتياجات والاسم انها satisfaction الرضا أو القناعة ومرضي أو كافي satisfactory satisfactory يتحدى أو تحدي challenge يشمل يشمل أو يتضمن include support اسمه فعل يدعم أو دعم confusing محير أو مربك لكن confused مرتبك stressed متوتر لكن stressful موتر أو ضاغط أو مجهد confident واثق متفائل والاسم منها confidence السقة voluntary ده صفة معناها تطوعي volunteer اسم وصفة volunteer يتطوع وكفعل كاسم معناها متطوع public transport وسائل المواصلات العام system نظام convenient مناسب أو ملائم convenient convenient ملائمة أو مناسبة أو تناسب convenience passenger معناها راكب passenger understanding ده صفة معناها متفاهم وكاسم معناها التفاهم understanding لكن ما تجيش كفعل في ing لأنه قلنا understand من أفعال الحال المنتل states الأفعال الإدراك أفعال العقل ما تجيش في أي زمن مستمر improved معناها محسن أو متطور improved improved involve معناها يشمل أو يتضمن involve governorate معناها محافظة governorate آخر شوية بقى celebration معناها احتفال presentation عرض تقديمي understandable مفهوم سهل imagine يتخيل imagine blog مدونة على الإنترنت مثلا blog get used to معناها يعتاد على get used to grateful شاكر أو ممتن grateful grateful suburb معناها ضاحية أو منطقة suburb 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 line خط line line construction إنشاء أو بناء تسوي building construction construction يرد أو يستغيب respond respond رد أو استجابة الإسم منها response طيب جدوى المواعيد schedule 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 نفق أو يحفر نفق tunnel 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 ترجمة نانسي قنقر